لبالك رضا شحاتة عماد النحاس أحمد سامي أحمد سامي طبعا نفس الجيل وبالتالي عندك خمسة ستة سبعة تمانية من المديرين الفانين اللي موجودين اللي هم جيل واحد ومشيين بخطة جيدة يعني مشيين بشكل كويس بغض النظر عن الانبالح مثلا هزيمة أحمد سامي أربعة النهاردة هزيمة رضا ولكن في النهاية بشكل عامي أخذ بالك أن إسلام أنت النهاردة الإدارات بتبص بتفكر إزاي بتفكر أنا أديت فرصة لأحمد سامي أو أديت فرصة رضا شحاتة سنة في الثانية لو ما أثبتش الكفاءة ببتدي أرجع لفين يعني أرجع لورا يعني أبتدي أنا أنا كإدارة أفكر فين أفكر بقى في الجيل القديم أبص عليه هو ده اللي ممكن يبقى إنقاذ بالنسبة لي في الوقت الحالي لكن الموضوع مش محتاج كل ده في الجنة على الأقل يعني مش محتاج لأن الجنة بتفكر بشكل مختلف شوي أخذ بالك الجنة بيشتري يعني بيجيب لعيب إعارة لعيب إعارة لعيب إعارة لعيب إعارة لعيب فري ترانسفر لعيب مثلا الناشر بيساعده وبكدي يعني هو بيحاول يكيف نفسه على الموجود ما بيحاولش يدفع فلوس كتير لأنه ما عندوش يعني أنا بشوف إن الجنة الهدف بتاعه هو البخاء في الدول ما عندوش أي هدف تاني يعني الشكل والسطايل وطريقة اللعب وطريقة الشرع والبيع بتاعت اللعيبة شايف إنه هما الهدف الرئيسي بالنسبة له إنه ويبقى من ضمن العشر أو الحداشر اللي موجودين في الدور العام يعني هما بيحاولوش إنه هما ينفسوا على الهبوط ده الجنة بالإسرائيل بالشكل دا ما أقولين برضو مع محمد عودة نفس الجيل بالمناسبة محمد بقى هو بقى له فترة عنده مشاكل كسب المباراة اللي فاتت نتمنى تكون انطلاقة يعني خد بالك إنت لما الفرقة بتكسب بتدي حماس عارف لما إيه ليه بتدي حماس النهاردة إحنا بنقول لإسماعيل واشتريات دخل آستن تمام وعندك الجيش وعندك مصر المقصة لو التلاتة وقعوا بدري الدول مش هبلو قيم خالص مش قيمة لأن أصلا فيه خمستاشر فرقة هدف البقاء في الدول خمستاشر فرقة وتلاتة عايزين يتنفسه يعني مثلا الأول يعني اتنين عايزين يتنفسه والتالت بيحاول إنه يقرب يعني عايز يبقى له دايما محافظة على الحتة دي المكانة التالتة يعني فيه اتنين تحتين تحت الأهل يعني بيحاول إنهم واحد يبقى التاني واحد يبقى التالت يعني والكراس الموسيقى تتبدل للسنة دي فأنت لو لو التلاتة اللي تحت يعني خلاص وقعوا خلاص يبقى دور ملوش قيمة ملوش قيمة كمان ملوش قيمة مش بس ملوش قيمة الماتشات معاهم هتبقى يعني فيها تلاعب كبير يعني من وجهة نظر وهيبقى ممتقى الحقيقة وحتى قيمة السوقية كمان الدورة يبقى أفضل سواء فوق أو تحت طبعا أكيد يعني يعني بلو الليلة يكسب قبلها سبع أسابيع برضو الدورة ملوش طعم آه أنت كسبت الدورة تمام لكنه ملوش برضو ملوش حلاوة فهم زي اللي بيقع من بداية طب الفرق التانية هتعمل ايه خلاص هتلعب لمجرد اللعب فهم فالنهاردة يعني طول ما الدورة فيه يعني يعني الكراسة الموسيقية شغالة وفرق بتطلع وفرق بتنزل وفرق بتكسب هو ده الدوري هو ده طبعة الدوري يعني النهاردة مثلا الاسماعيل يوصل لأعتقد للنقطة رقم تسعة أعتقد يعني تسعة تقريبا تمانية 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 مصر مقصة حداشر حداشر اللي بعدها أعتقد إسترن تسعة تسعة الجيش أعتقد تلاتتاشر حاجة زي كده وفيه فرقب للجيش تقريبا ومبي تلاتتاشر قريبين كله قريب النهاردة انبي بقى أربعتاشر بعد ما تعادل سيراميكا أربعتاشر يعني قريبا تتكلم لو اسماعي لي كسب ماتشين كمان راح فين راح خمستاشر نقطة ست نقطة وتسعة خمستاشر يعني ممكن يروح في حتة ثانية مختلفة فاللي فوق ينزل الجيش ممكن ينزل فهتلاقي النهاردة فيه شغل جامد جدا والفرق بتلعب بروح قتالية عالية وهتلاقي كل الماتشات الكبيرة مش سهلة هتلاقي صعبة وهي دي حلاوة الدوري العام المصري يعني استنادي بزيزت طيب برضو سيراميكا كلو باطرة السنة اللي فاتت كان بشكل السنة دي بشكل مختلف أقل بص البداية كانت جيدة وكان فيه هدف اللي انا شفته السنة اللي فاتت يعني وكان فيه هدف ان سيراميكا يبقى في مكانها متميزة الحقيقة وكان فيه صرف كتير والعيبة جات وارقام دفعت للعيبة وقود كانت كبيرة مش عارف حاسس السنة دي يعني مفيش نفس الاهتمام بتاع سنة اللي فاتت مش نفس اوه بالزبط مش نفس حتى الـ power كمان يعني مش نفس الاهتمام حتى التصريحات اللي كان بتخرج السنة دي مختلفة تماما عن سنة اللي فاتت لأ سيراميكا كلو باطرة هينافس هيبقى من ضمن الخمسة ستة الكبار اللي موجودين في الدورة السنة دي حتى كمان التصريحات قليلة مش موجود يعني التفاعل كمان مع الدوري العام ووجودك فيه مش موجود من قبل إدارة السرقاء في عندهم استقرار ماشي مادي استقرار فني مفيش مشكلة لكن لازم عندك الرغبة وعندك الطبوع يعني النهاردة عندك فيوتشر وعندك سيراميكا وعندك فاركو تمام دول دول يعني خليها بكلمك في الفرق اللي عندها يمكانيات مادية تقدر تصرف دول المفترض يروح في حتة تانية خلص مختلفة لأن الإمكانيات اللي عندهم مع اللعيبة اللي موجودة في مصر تسمح لهم أنهم يروحوا في مكانة بعيدة جدا 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 مفتشر مسلا في المركز الخام لكن يبقى برضو الإدارة كابتن سلايك انت بتديري ازاي انت كمنظومة إدارية بتديري ازاي اللعيبة اللي عندك هل هي اللعيبة اللي بتناسب الطموح بتاعك ولا لأ هل اللعيبة اللي عندك تقدر تروح بيهم في حتة بعيدة ولا لأ انت برضو العملية برضو مش بس لعيبة كورة ومدرر بيدير لأ برضو في حتة الإدارة كيف تدير بالضبط هتدير المنظومة دي ازاي عايز تروح بيها لحد فين عندك هدف بتشتغل عليه ولا لأ يعني زي ما انت قلت من شوية سرميك المسلم الماضي حاجة جميلة جدا السنة دي مش موجودين واضح ان ما فيش بلان طويلة ان انا مثلا خلال تلات اربع سنين باخد كاس او هبقى تالت مثلا دوري او هلعب على تاني دوري او هلعب على الرابع روح كونفدرانية يعني الاهداف دي الحقيقة ما بلايهاش ما بشوفش فرقة بتخش الدوري العام ويبقى عندها هدف بعد سنتين تلاتة ان انا هكون في الحتة دي ويبطي يسعال ولا احنا بتشوف فرقة بتشتغل كواس قوي في اول سيزون وتعمل صفقات جمدة جدا جدا وبعد كده السيزون التاني يتريح اللي بعدين بتبقى اقل الوهج اللي بتقول عليه ما بيبقاش ما بيستمرش مع الفرقة الحقيقة برغم الامكانات والقدرات المادية الكبيرة جدا اللي بتشوفها الاهلي بقى في الدوري العام مختلفة